السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم في قناة مصطفى البارودي اليوم سنتحدث عن ردود الأفعال التي وقعت بعد الاعتداء الشرطة الإسبانية على السنترو القاسرين في جزر كناريس بعد ما استدعى المغرب السافر الإسباني وعبر الاحتجاج دياله ولات الأمر مسألة يعني ذي الرأي عام كتهم يعني حقوق الإنسان والآن في جميع الجرائد هنا فتح هذا الأوروبي وللا كتناقش هذا الأمر وهذا الفيديو هذا منتشر لأوسع ناطق وكذلك في العالم العربي موما الإخوان نبدأ وكان خبر اللي هو مهم هو توقيف ذلك الشرطة الكاملة يرهم وقفين على العمل يالم ورهم أثناء التحقيق وكذلك ذلك الموارب اللي كان في السنترو وكذلك الإدارة كاملة السنترو موقفة أثناء التحقيق رغم يعني كنت تجرى معام التحقيق كيفاش وقعت الحديثة وعليش إلى آخره المهم غدا نعطيكم ذلك شيء بتفاصيل ما تستوش ديرو جيم الفيديو وبرتاجه معنا المهم مشوفوا التقرار اللي عن الفيديو كما قلت لكم مشغل تقرار دولية كانوا الدولية نتفرجوا فوح تقرار لي هو دي البي بي سي شنو قالت على هذا الموضوع هذا دي الاعتداء دي القاسرين على المغاربة نتفرجوا إسبانيا مئة الألاف من المغاربة بينهم آلاف من المراهقين الذين هاجروا بطرق غير شرعية فشلت حتى الآن المفاوضات بين المغرب وإسبانيا لترحيلهم وكثير من المراهقين يعيشون في مراكز إيواء القصر التابعة للحكومة أو برعاية منظمات إنسانية منذ أيام تداول المغاربة وإلى الآن يتداولون هذا الفيديو والذي كان من أحد تلك المراكز ويظهر فيه عناصر من الشرطة الإسبانية كانوا يحتجزون مراهقين قصر في ساحة المركز ويقومون بضرب بعضهم كذلك يظهر أحدهم ممددا على الأرض ويبدو أنه في حالة إغماء بينما يقول آخر بوليس من فضلك إنه أخي وهو كان يجهش بالبكاء الحديثة توقعت في إحدى جزر الكناري الإسبانية سأريكم أين هذه الجزيرة كانت قريبة من المغرب وهي بالتحديد في منطقة لاس بالماس في جزيرة جران كناريا هنا في شمال غربي الجزيرة هنا حصلت الحادثة صحيفة محلية قالت إن المراهق الممدد على الأرض تهجم بمقص على مدير المركز عند منعه من الخروج بسبب الدور الخروج بالدور وتقول السلطات في جزر الكناري عندما جاء الطاقم الطبي نهض ذلك المراهق ولم يصب بأي جروح مدير المركز هنا هذا سيرت فعلا تل جرائد الإسبانية كنت ناقل الخبر لأن الشرطة تقول وكذلك ذلك المربي يعني ذلك الأستاذ اللي كانت ممكن اللي لابس البيض قال بأن واحد من القصرين هز يعني مقص وبغي هدو هذا غير يعني بغي يعني بغي بغي يضرب يعني ذلك المعلم قالوا هذا هو علاش وعية الشرطة لأنه كانوا خارجين في حد نوزها قد يمشوا علاش اليوم ولا أخر ما قبلش فحل يجب بدي يعني أعنف وقالوا بأن ذلك الشاب أو ذلك القاصر يعني ذيجا دائما كان يعتاد على المعلم إلى آخره لكن هذا أثناء التقيق هذا كلام فقط ذيال المعلم وذيال الشرطة يعني ذلك اللي غادي يقوله عتنى القاصرين عنده عنده عتنى الجانب دياله وبأي صورة بأي صورة لأنه توقيف ديالهم الآن وتوقيف قانوني بأي صورة ما عندهم شي الحق أنهم يعتدوا على القاصرين بكونهم مكي بديوش أثناء الفيديو مثلا كل شيء سيحكم على هذا الفيديو أثناء الفيديو ما كان شو حد مقاومة من طرف القاصرين يعني مكي تضربوش مع الشرطة أو لاشي حاجة باش الشرطة أخصى بضربها يعني لكان شي مقاومة ضروري سهال الشرطة يخصوه يعني بشي بشي يضبطك وهذا يخصوه يعني يتعامل معك شوية قاصح لكن في هذا الفيديو هذا ما كانش ما كانش متيبو علاش أنه يعني غضي يضربوذك القاصرين وكاميرا مقفهم إلى آخره وهذا هو اللي خلاهم أنهم يدخلوا للتحقيق الذي ظهر باللباس الأبيض يقول للشرطة أنه اعتداء عدواني عليه وأنه يريد أن يشتكي على الفتى شرطة الجزيرة ومدرية حماية الطفل فتحتها تحقيقا في الواقعة وزارة الخارجية المغربية استدعت السفير الإسباني في الرباط وعبرت عن قلقها من تلك السلوكيات لكن مصادر الدبلوماسية إسبانية قالت أن اللقاء كان عادية جدا يدخل في صلب اهتمامات السفير العادية الفيديو أثار غضب المغارب الذين علقوا على وسائل التواصل الاجتماعي سيبلي مريد يقول والله شرطة الفيديو وتأثرت صراحة شرطة إسبانية ما عندها حق تضرب أي واحد وحرام يعني دي الأولاد لسه الحراكة الله يكون في عونهم مساكين البحر رحمهم ولما وصلوا وعقلهم ارتاح واتطمنوا أنه نجوا من أكبر المخاطر في الطريق تجي الحكومة الإسبانية تؤذيهم زيادة زيادة حرام والله عزيز عزيز يقول في تغريداته للقاصرين حقوق وجب احترامها وبالأحرى في بلدان تتبجح باحترام حقوق الإنسان كما يجب أن يندى جبينه كل مسؤول من المسؤولين على تبخيص قيمة المواطن المغربي في الداخل والخارج بدل الشعارات الرنانية تتعليق زوين اللي كان قلت المواطن هو أنه يعني يقص المسؤولين وفعلا بلوحة البلاء حسن بين وزارة الخارجية والمغربية استدعت السافر الإسباني وعبرت على الاحتجاج دياله على التعامل القمعي والتعامل الموسيق ديال الشرطة في داك الفيديو يعني الأمر ولا فعلا ولا مسألة ديال رأي عام مسألة ديال حقوق الإنسان من الفتح الأوروبي يعني هاد الفيديو ده حرك عدة منظمة ديال حقوق الإنسان ومتابع الملف يعني الملف كبير فعلا وكذلك حتى حتى السافر المغربية هنا في مادريد يعني رجعت وبعد ما رجعت قالت من ضمن الأولويات ديالين بعد مغابة ثلاثة السمالات أثناء الأزمة الدبلوماسية اللي كانت ما بين المغرب وإسبانيا الآن رجعت لكن رجعت وقالت أول دوسة قد نعمل عليه هو هذا الملف ديال القاصرين والاعتداء اللي تعرضوا له يعني خاص هذا الأمر هذا تعطاليه مبررات قانونية وتحاسبوا يعني المخطئين في هذا الملف هذا ديال الاعتداء على القاصرين وكما في الفيديو هذا المواطنين في عليا المغربة يحسون كما كنقولون يعني قيمة المواطن المغربي ما ما عندهاش قيمة شفوا مثلا تركيك فاش تعمل المواطنين ديالها كان مرض واحد في سويسرا بليروس كورونا مالقوش ليه سرير فا في سويسرا يعني الأسر عامرين فاردوغان صفت لي يعني طائرة خاصة هزت دك دك المواطن تركيو دسول تركيا وعطوها السرير دياله يعني قيمة ديال المواطن وحتى الدول فاش كتشوف الدولة ديالها الدولة الام عاطية القيمة الابناء ديالها ولو هما خارج الوطن فاتت الشرطة وذك الدولة كتعطيهم قيمة اكثر احنا يعني ممعروفين ما توحدونها ممسوق لنا لكن حقيقة الان بلوحة البلاء حاسا هو انهم بعدها داروا حضرة ذك الفعل وعبروا الاحتجاج ديالهم ولكن هذا بفضل ايش بفضل ذاك الفيديو اللي تصور وبفضل وسائل الاعلام الدولية لينقلاس هذا الفيديو على اوسع ناطق كما كتشوفو عنوا دعوه يعني بزاف ديال ديال الالقانوات الدولية مش غير اقل كذلك الجازيرة كذلك أدلك وكذلك الفاته الدوصلت للذك الفاته ديال السلي كانиче يتهي ته fami verdi ذا ما اعلان عاجبتisted نشوفو كظلك هايتل جزيرة كانت ناقلة الشرطة الاسبانية تعتاد على مغربه قصر بمركز للمهاجرين يعني بزاف ديال على أوسع ناطق هنا في الاتحاد الأوروبي عدة جرائد وعدة منظمة حقوقية تدخلوا منظمة العفو الدولية كذلك تكتب تقريرها على هذا الاعتداء هذا وكذلك تدخلوا مقرر أمم من الأمم المتحدة المكلف بحق الإنسان في إسبانيا كذلك تكتب تقرير وسيفط الأمم المتحدة هذا الأمر أو لا أمر كبير أمر حق الإنسان أمر صيانة الكرامة الإنسانية وقاصرين ما نقول القاصر هنا في أوروبا نحميهم بزاف يعني فيما يبدو أن الدولة تعطي شعارات حماية المرأة حماية حقوق الطفل وفي الآخر يخرجوا في حال هذه الفيديوهات كأن هذا ليس أطفال كأنهم حشارته هذا يعني يدرب الصورة الملف الحقوقي هنا في إسبانيا والناس الذين يدعيون بأن إسبانيا في حق الإنسان إلى آخره المهم الأخوان الخبر الثاني الذي قلت لكم هو الجديد هو أن تم توقيف جميع درجال الشرطة تم توقيف هذا الشباب حتى هم هذه القاصرين تم موقفين أطناء التحقيق لأنه هم متهمين بالتعنيف لأنه متهمهم بأنه يزعوا عليهم قاصر إلى آخره لكن الفيديو كما كنت أقول لكم ما فيه هتش حاجة كتبرر العنف اللي وقع في الفيديو ما فيه هتش مقاومة ما فيه هتش مقاومة ما فيه هتش معاملسية بل بأن القاصرين تعاملوا كقاصرين كأنهم قوة قاهرة فقهم كتكهر فيهم وهذا هو اللي أدى إلى توقيف هدرجة الأمن مملي إخوان تحياتي لكم كان معكم شطاف البرودي ما تستطيعون أن نجيم وخليون أنكم مونتيروا بارتاجيوا معنا لتاصيل الفكرة ومع السلام ترجمة نانسي قنقر شكرا